إعلقت ده بقى بالهدف حضرتك سألت يعني أو كنت هتبتدي تدخل على أنا الدخلة أسألك عنه إعلقت ده بالهدف وهل كل بني آدم مننا لازم يكون عنده هدف؟ وهل وجود الهدف ده سر من أسرار سعادتنا؟ يعني أنا لو عايشة من غير هدف هكون سعيدة برضو وهكون راضية برضو؟ ولا لازم يكون عندي هدف؟ طيب هنا هحتاج أجاوب على السؤال ده بمقولة جميلة جدا 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 قالها دكتور فيكتور فرانكل في كتابه واللي هو من سيرش فور مينينج أو رجل يبحث عن معنى قال إيه؟ قال الحياة ذات المعنى هي أن يقرر الإنسان بقال لا يموت من أجل لا شيء يعني إن أنا أخد قرار إن أنا ما موتش وخلاص بالبلد كده أو باختصار شديد ما أبقاش بني آدم جيت الدنيا كلت وشربت وتجوزت وخلفت واشتغلت وعملت فلوس وفي الآخر موت بس كده؟ آه بس كده طيب إيه البصمة اللي أضافها؟ إيه الأثر اللي تركه؟ إيه المعنى اللي عاش علشانه؟ وده ياخدنا للنمط الثالث اللي احنا كنا بنقول عليه أو النوع الثالث اللي هو The ultimate meaning أو المعنى اللانهائي أقول له حاجة على حاجة فيه ناس كتير قوي بتوقع في المطب ده وهي مشوق ده بله اللي هو إيه أو السزرانيه؟ ناس كتير بتوصل للمعنى الموقفي وبتوصل للمعنى الوجودي بس ما بيوصلوش للمعنى اللانهائي والمعنى اللانهائي أنا شايف إنه هو ده رمانة المزان بمعنى المعنى اللانهائي إنه أنا يكون المعنى بتاع حياتي اللي أنا قررت عيش من أجله هو مربوط بحاجة باقية ومستمرة ومش هتمشي ولا تزول زي كده ما بنقول بالبلد إنه إحنا نسيب حاجة تفضل تحيي ذكرانا تحيي ذكرانا بعد ما احنا نمشي وده الصوت اللي بيخلق جوانا الرغبة في إن إحنا عايزين نترك أثر بعد ما نمشي إن إحنا نترك أثر بعد ما نمشي مثلا اجزاكل أحكي لحضرتك موقف أه فمرة جات لي كلاينت أو جات لي عميلة هي كان عندها تقريباً تسعة وخمسين سنة ونص وهي يعني بتشتغل في بوزيشن مرموقة فجات لي بتقولي أنا خلاص مش عايزة عيش ما بقاش في داعي إن أنا أصحى بكرة تاني يوم الصبح واللي زي يعيش ليه خير بس إيه اللي حصل احكي لي اللي حصل قالت لي خدت تلات خبطات في سنة واحدة إيه تلات خبطات قالت لي فقدت أمي في سنة في شهر من الشهور بعدها أولادي الاثنين اللي كانوا عايشين معايا وكتش عايشة ما كتش عايشة غير معاهم اتجوزوا وسافروا وهجروا برا البلد الاثنين في نفس الشهر وكمان كم شهر هوصل لسن الستين وهخرج على المعاش وهفقد شغلي أنا خلاص ما بقاش في حاجة تانية أعيش على شنها ما بقاش في معنى من وجودي وجودي مالوش لازمة فهنا اتحكت فقالت لي فتحكي على إيه قلت لها عشان حضرتك جيتي ربط المعنى من وجودك بأشياء كلها ما فيش ضمانة انها تفضل موجودة ولادك ايه ضمانة انهم يفضل موجودين أمك ايه ضمانة انها تفضل موجودة شغلك ايه ضمانة انها تفضل موجودة ربط المعنى من حياتك والمعنى من وجودك بأشياء كلها زائلة وغير بقية قلت لي يعني عايز تقول ايه قلت لها يعني الشطارة ان انا اقوم بالأدوار دية وعلى اكمل وجه لكن المعاني دي كلها تبقى مربوطة بالألطيمت مينينج أو المعنى اللانهائي اللي هي الحاجة اللي دايماً باقية ولا تزول ونصحتها بإيه بقى إيه هو المعنى اللانهائي اللي حضرتك نصحتها به وحسيت إن هي حاجة لا تزول بص يقولوا حاجة على حاجة أنا في الكوتشين كونتاكس بشكل عام مليش إن أنا أنصح بشكل مباشر وأقول للكلاينت أنت المعنى اللانهائي بتاعك كذا روح أعمله طيب يعني كان إيه ردك لكن كان ردي إن أنا ساعدتها إن هي تستكشف المعنى اللا وجودي اللي يخصها اللي يمثل لها هي معنى يعني مثلاً على سبيل المثال فيه ناس بتقول إن المعنى المعنى الألطيمت مينينج أو المعنى الآيسف أنا قلت اللا وجودي هو عصود اللانهائي المعنى اللانهائي بتاع البني أدمين بيختلف فيه ناس بتقول المعنى اللانهائي هو ربنا ده الحاجة الباقية والدائمة واللا تزول إحنا دنا وثقافتنا بتؤيد ده لكن ممكن يكون فيه ثقافات وأديان أخرى لا تؤيد ده يعني فيه ناس مثلاً تقول إن المعنى اللانهائي يكمن في الطبيعة في السوبر باور في اليونيفورسل إنرجي في الطاقة الكونية فكل واحد بيختار المعنى اللي يمثل اللي بالنسباله هو بيمثله بس مشروط المعنى ده إنه يكون معنى حقيقي ومتأصل ويقوم بدوره في حمايتنا على المستوى النفسي وقت الصدمات والأزمات إنه هو يكون مربوط بشيء باقي ومستدام ولا يبرح ولا يزول وما يمشيش فلو ربطت بجوزي بولادي شغلي فلوسي صحتي مظهري كاريري نجاحي كل دي حاجات ممكن بعض الشهر بكرة الصبح متبقش موجودة ساعتها هفقد المعنى من حياتي لأ لازم أكمل المعادلة شكرا